السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام النهاردة رحت الكرفور بقري فترة ما رحتش من قبل رمضان اول مرة نزل وزوجي هو اللي بشتري النهاردة بقى رحت خرابت الدنيا دفعت 500 دولار يعني ما يعادل 200 ريال عماني تعالوا نشوف بقى انا اشتريت ايه النهاردة طبعا يا دوبك قبل كده لما رحت قبل رمضان القسم بتاع الملابس في الكرفور ما كانوش فتحينه كان ممنوع بس الغذائيات النهاردة بقى فتحوا شوية من المحلات فالكرفور نفس الجزء بتاع الملابس كان فاتح اليوم يعني فاشتريت بيجامات لعلي سيف عنده ملابس كتير لكن علي بقى انتوا عارفين مرحلة ما بعد سن الاثناشر والتلاتاشر سنة الجسم على طول بيتغير كل فترة بتلاقي الملابس على طول بتصغر فلقيت بيجامات حلوة النهاردة البيجامات دي كانت تحفى صراحة بخمسة ريال في منها بخمسة ريال وفي منها كانوا عاملين عليها كلارنس كلارنس يعني تنزلات او ان هو بيبقى عنده ستوك عايز يخلص منه وكان منزلها لتلاتة ريال بس في نفس الماركة برضو يعني في نوعية انا اشتريتهم من دول جبت حوالي خمسة او ستة كانوا فيه اتنين بس او تلاتة بتلاتة ريال والتلاتة التانين بخمسة ريال ومشيتهم نعمة وقطنية فيه منهم اللي معاها شرط وفيه منهم اللي هو البنطلون العادي الطويل خمتهم نظيفة وحلوة صراحة وما فيش مجال اصلا الواحد يطلع بره يعني اهي فجبت لهم بقى العلي بيجامات للبيت دي اول حاجة اشتريتها وبعدين جبت بقى جبت الليمون وجبت طماطم الليمون النهاردة كان عليها عرض كان نازل تلتمية وخمسين بيسة هو في الغالب بيبقى بسبعمائة بيسة طماطم برضو كان عليها عرض النهاردة نازل عليها بمئة وتسعين بيسة جبت اكيد الزبادي والحليب ولبن ده منتجات الالبان ده هنا شوفوا هم بينزلوا الاغراض من السيارة على طول بيدفوا الاشياء والاشياء ما بقيتش محكمة الاغلاق زي زمان فتلاقي الحليب بتنكبف الكيس شوية هنا اصحابي برضو السبرينكل الحاجات اللي بستخدمها في الكيك والاشياء هادي ملقتش اللي عبوها صغيرة في جبتها ده بحب اجيب الكريسكو اللي هو السمن النباتي الامريكي ده تحفة وهنا جبت لهم اوريو خل ابيض جبت كيلو جبنة موزاريلا انا بجيب البقرات السلاسة ممتازة صراحة الماني حلوة وطعمها حلوة يعني من الجبن جبت انواع كتيرة جربت انواع بيبقى لها طعم غريب كده لكن الميزاف دي ملهاش طعم صراحة وحلوة ومططيطها حلوة قوي دي دايما اللي انا بستخدمها في الاكلات والبيتزا والفطير وكل حاجة جبت زيتون اسود ده زيتون مصري اعتقد واللي هو الخيار الصغير اللي هو السويت كامبر ها ده برضو بيبقى لزيز وده بصل مخلل وجبنا ايه تاني ما انا في حاجات كتيرة بقى ده زوجي ما بقدر ما بيعرفش يجيبها يعني دي الاشياء لازم انا اروح اشتريها ده خلي تاني وهينا اوريو وهدي هي نفس الاشياء اللي احنا طلعناها زي ما انتم شايفين لو سمحتوا تبخلوش علينا باللايكات اتفجروا لي بتاعها اللايكات وشير لو سمحت ودكر كده بس ده اشياء كان زوجي شاريها من اللولو كان جابها وخليها معاه في الدبه في السيارة ده سكر طبيعي من الغير مكرر هدا سلامي او ببروني اعتقد هنا ده بازيلا مجمدة طبعا ملوخية اكيد لازم من الاكلات السريعة عندي يعمل لهم ملوخية ورز مع لحمة مفرومة بيحبوش شكلها مع الدجاج يحبوا اللحمة المفرومة عصاجة بالبصل مع الملوخية وجبنا كمان فواكه ده خوخ اعتقد خوخ اردوني يعني دي بقى الحمد لله النهاردة لقيت الشوكولاتات اللي انا بستخدمها في الحلويات ده ده نوع برازيلي حلو قوي الناس اللي بتروح الكرفور ده موجود في الكرفور وبشتريها من الكرفور سعرها تقريبا تلاتة ريال عماني وكريمشن تي جبت ده سويت حلويات من الاولاد بيأكلوها وده نوع تاني ده واحدة بالحليب واحدة دارك شوكولات ده نوع برازيلي حلو جدا الناس اللي كانت بتسألني يعملل لنا فيديو على الاشياء والحاجات التانية ملقتها الصراحة لما اجيبها ان شاء الله هرويكم برضو للمركة بتاعتها بتبقى كيلو كده بجيبها جامدة وده بسكوتو اللوتوس ان شاء الله هعملكم الوصفة بتاعته انا جبته بس عشان اعمل الطبعة بتاعته على البسكوت لما هنعمل ان شاء الله دي اهو وهنا آآ فلفل احمر حلو وهنا تانك وجبت كمان ده منجو هندي بدام تقريبا حواليه تلاتة كيلو جبت نوع تاني برضو جبت منجو تاني بس منجو يمني هنا جبت بتنجان برضو زي ما انتو شايفين يعني النهاردة اشتريت خضار واشتريت فواكه واشتريت ملابس واشتريت هتشوفوا منظفات ويعني اشتريت كمية كبيرة دفعت 200 ريال هوماني تقريبا زوجي قال لي ما بعطيك البطاقة مرة تانية بس هو صراحة يعني انا بشتري الاسعار صراحة وهنا برتقال وهنا جبت منجو تاني منجو يمني بس مسكرة قوي والابدام برضو الهندي حلوة ومسكرة يعني الناس لو شافتها في السوبر ماركت تشتريها حلوة فده اهو جيبنا زيت ده زيت اهو وهنا زيت تاني وده زيت تاني صراحة للأسف يعني ما فيش عروض زي الزمان قبل زمن الكورونا كانت العروض بتعمل معنا توفير حلو قوي دلوقتي ما فيش عروض يعني الاسعار تعتبر الى حد ما غالية شوية هنا جبت خمسة كيلو وطحين ازدها به فما فيش عروض في السوبر ماركت زي الزمان صراحة يعني ندرا لما تلاقي سلع عليها عروض وده كورونافليكس طبعا بجيبي لعبوه الكبيرة اوفر اللي هي الكيلو وجبت تلاتة كيلو صدور دجاج فليه لان كان زوجي قبل يومين تلاتة كان في الكرفور واشتري لي اتنين كيلو مع اللحم فهو اشتري لي اللحم وجاب لي اتنين كيلو بس فطبعا انا بستهليكها كتير لان الولاد بيحبوا الشاورمة بيحبوا على طول الناجيتس على طول بتبل واعملها وتبقى جهزة عندي في الفريزر على طول فاطلعها بقى للغدا يعملها لهم مع ماكورونا مع بطاطس مقلية كده يعني وجبت برضو الدجاج الكامل كان خلص عندي فجبت ست دجاجات الواحدة اللي هي الكيلو متين انا بجيب سادية المجمد لان صراحة المبرد اللي هو الفريش ما عجبنيش طعمه صراحة هنا اهو برضو جبت تلاتة تانيين ده الدجاج فيعني انا شفت ان انا اشتريت حاجات كتيرة ويعني لحد ما يعني دفعت فلوس كتيرة بس مش كتيرة قوي يعني هنا جبت برضو تلاتة اللي هو النسل المكثف المحلة وجبت هذا الجيلاتين البودر اللي بستخدمه في الحلويات وجبت بودر الماجي اللي هو اه مش اللي هي البودرة اللي هي مرأة دجاج الفورية تدبينا المشكلة حلو قوي بتنفع حلو قوي في الحاجات كتيرة جبوها وجبت هنا ملفوف احمر وجبت زبادي كامل الدسم عشان اريد اعمل بي كيكة حلو قوي هتشوفوها ان شاء الله انا اصلا في الاكل العادي بجيب اللي هو خالي الدسم او قليل الدسم وهنا جبنا جبت جبنا ايدام اللي هي فريكو كنت اريد جبنا رومي مفيش قالولي البضايع المصرية مفيش حتى كنت اريد برضو باسترمة قالي الباسترمة خلصت وما فيش لسه مجاتش دي كريمة الخفق بتاع الحلويات واجي معكم كنت اعمل فيديو ممتاز كنتم صورا في الكرفور عن الكريمات اه شوفوه هيفيدكم جدا وجبت سيفن دايت وجبت برضو اتنين بطبق اه بيد البيت خلف عندي فجبت اتنين طبق البيت ده حلو قوي زين مفهوز زفرة وطعمه خلو جبت ده حليب بس ده انا جايبها عشان الشغالة صراحة مش عشاني وجبت اه لايف بوي صابون سيل واعزاكم الله اكياس قمامة وجبت اه ده مايونيز وده حليب كامل الدسم قلنا بتاع الشغالة وجبت لهم بقى شبس لان هم اصلا ممنوع يدخلوا السوبر ماركت ولو ما جبتش الشبس والشوكولاتات والحاجات دي والله ما يدخلوني البيت اصلا يخرجوني فجبت لهم ثلاث انواع من الشبسات اهو ليز ونوع تاني بالفلفل وده بالملح والتاني بالجبنة وجبت سكر برضو السكر كان خلص عندي جبت اتناشر كيلو مع بعض طبعا انا ما قلتلكمش الاسعار لان الاسعار بالريال العماني مش هتفيدكم كتير يعني انا مثلا السكر بتلاتة ريال متين وجبت هنا جبت سبع كيلو طايد وبعدين انا عندي فوق اه في المغزن يعني في غرفة الغسيل عندي اللي هو الجل عندي فتالي ما جبت الجل لان المسحوق الجل باستخدمه في الملابس الخروج وملابس زوجي وهنا جبت الكلور وجبت التشو بتاع المطبخ وجبت كمان صابون تاني جبت اه اومو وجبت صابون تاني ارخص باستخدمه بقى في التنظيف بتاع الحمامات والاشياء هادئ عزكم الله يعني اهو جبت ده بحر جبته ارخص ده ارخص شوية في الساعة جبته ده للتنظيف وجبت اومو برضو هلو ده اومو برضو ده منتجات التنظيف وجبت تشو العلب اللي هي بتاعت الاستخدام اهو ده مناديل اللي هي اليد اللي هي العبوات جبت تلاتة عبوات ديت عليها عرض بقى فقلت يلا بالمرة اهو جبت اتنين العلبة البكت فيها خمس عبوات مناديل اهو جبت تلاتة هادي الاشياء اللي انا اشترتها وكمان جال زوجي هدية هرويكم اياها الحين وهنا كمان جبنا مكارونا جبت مكارونا قلم والمكارونا الصغيرة دي بتاعت التحمير ولادي بيحبوها فجبت منها كتير شوية لان زوجي بعدين اروح اقول له اصغر نوع مكارونا بتاعت التحمير مايعرفش فهتلاقيه جبلي اللي هي مكاروناة السلق فبالتالي جبت اللي هو ايه بتاعت التحمير جبت كتير يعني فهدي المكارونات هنا بقى دي هدية جت لزوجي اصحابي حد من الشمال من الشمال يعني نقصد مسقط يعني حد معرف زوجي بعت له شحن هذا حوالي يمكن عشرين كيلو طمر ما شاء الله طمر نوعية جيدة جدا طبعا هنوزع بقى على الحبايب والقرايب لانه منها هيكل الطمر ده كله يعني فعشرين كيلو فيارتكم انتوا كنتوا جنبي كنا وزعنا عليكم يعني دي هدية جت لزوجي هي زي ما انتوا شايفينها فربنا يجازي صاحب الهدية خيرا ان شاء الله طبعا هنا دي بيانات الشحن بتاع الهدية وهنا اصحابي هذا هو كاتب الشيخ واسم زوجي طبعا نشلت البيانات ورقم التليفون معنا زوجي شيخ يعني وهدي هنا بيانات الرجل اللي هو بعت لنا الطمر ربنا يجازي يقول اللي يبعت اي حاجة خيرا ان شاء الله وهنا دي بيانات الرجال اللي بعت الاغراض لايكات وشير وسبسكرايب وكومنت حلو ومن كومنتكم الجميلة ما تبخل